السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ من أسرة قناة بي سي بي بالدحية إخوانا في فلسطين أرض العز أرض الكرامة أرض الصمود وبدحية رباطكو في القدس الشريف والمسجد الأقصى وفي غزة العزة لكم مني كل التحيات والإحترام اليوم بدنا نحكي عن هاي القطعة طبعا مش موسردي بس هاي القطعة استفتت منها واستغلتها حسب تجرتي الشخصية أنا شخصيا في غرفة الطيور تبعتي والإسنين بشتغل عليها كانت أول شي الفكرة اللي هو تركيب عش داخل عش بس بعدها فكرت في الموضوع وجبتي الحجم المناسب اللي هو الأربع إنش عشان أشتغل عليه وأعرف كيف أفصل الفراخ وهو هذا موضوعنا اليوم نحكي فيه شوي راح أفرجيكو إياه على الواقع بالغرفة وراح أفرجيكو إياه هيك بشكل مبسط هون كيف يحملون كله طيب أنا طبعا فيه على فوائد أنا قمت في قص هاي المسورة اللي هي الأربع إنش وعملته قطعة زي هيك عشان لما أجي أركب العش العش يركب فيه هاي واحد اثنين فيه إياه فوائد أنا بدي أحكي فيها ليش أنا بستخدمها ليش خطرت في بالي هذه الفكرة يعني وسهلت عليه كثير وتنظيفها سهل لما تخلص طبعا لما تشوفوا هسا الفيديو راح تشوفوا الفرق بين إنك تحطها وبإنك ما تحطها سهل تنظيفها وما بتخرب وظلها عندك أبديا وهي حافظتها موجودة عندك 24 ساعة إيش ما بيخرب ما بيأيدي والمسورة رخيصة يا بلاش من فوائد هذا الفصل تبع الفراخ أنا أول ما أركبه أو خليه نحكي نحطه بأرضي تلك الفص أول شي بعطي حرية للذكر والأنثى عشان تلقيه للبطن اللي بعده لأنه الفراخ تحت الاثنين ركبت أنا عش جديد الأنثى بدأت أخذ راحتها في العش اللي ما كان بتبني هي وبدأت حط خيوط جديدة خلصنا ثلاث راح تخفف وسخ وراح تحكي لي كيف أنا راح أفرجيك على الواقع كيف راح تخفف وسخ هاي اللي شايفها هاي وفيه كمان نقطة مهمة اللي بدي أحكيها إحنا لما نيجي نفصل الفراخ أو خلينا قبل ما نفصل الفراخ لما نقومتها بدأت جهز للبطن الثاني إذا باضط والفراخ موجودة بالعش الأسفل اسحب البيض وحط بيض بلاستيك وبس تخلص بيض البلاستيك قبل ما ترجع البيض الطبيعي شيء اللي فراخ مع الابو لأنه خلص مرحلة التلقيح وخلص كل أموره بظل عليه مرحلة الذكر هو اللي راح يكون بالفراخ الأنثى إنسى موضوعها خليها تحضن تمام وضحت هاي المعلومة استنى 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 فيه نقطة كمان بدي أحكي لك إياها مهمة كثير لما أنت تيجي تنقل الفراخ للمكان في الأرضية عندك مسطح كامل فأنت هيك بتكسب مساحة مح تحكي لي برضو كيف أصبر شوي والله لا فرجيك حاضر ضيب يا شباب ماذا نفترض هس عندنا هون أنثى بيضة فكست بعمر عشر أيام قامت على الفراخ في الحالة نصير عندنا هون لو كان عندنا أربع وخمس فراخ مرحلة الزق راح تصير من هون أو من هون أو هون صعب شوي لأنه هيكسرة في مساحة هاي ضيق فأنا ضيعت هاي المسافة خليني نحكي بشكل هلال هاي ما راح تقدر توقف الطيور راح يأخذوا الجهتين هذول ممكن عندي يكون هون فرخين هذول ما يأخذوا حصتهم كاملة بالأكل هاي شغلة مهمة اللي بدي أحكي لها توزيع الأكل على الفراخ وهي ضرورية جدا اثنين على عمر 14 يوم الأنثى بتبلش تدور على خيوط جديدة فإذا أنت خليتهم لحتى يكبروا راح يصير في عملي تنتيف في جددكر ويبلش ينتف يبلش ينتف والأنثى راح تنتف عشان يحاولوا يشيلوا الفراخ مشان تلفعش جديد فأنا قبل 14 يوم أو موعد 13 14 شو بأساوي بأجي بركب القاعدة هاي بحطه هون في النص هذا المكان وبخليها في مسافة ورا بالخلف عشان ما يوسخ لي الخلفية وبأجي بركب عش جديد أو آسف مش بركب عش جديد بشيل الفراخ الموجودة هون عندي وبركبهم بالقاعدة هاي سرح أحكي إنه أغير العش ولا ما أغير صبرك بالله استعجلش صارت عندي هاسا مساحة دائرية كاملة ممكن أو بديش أحكي دائرية بدنا نخلي بس جزء صغير ما بوقف فيها طيور بس عندي مساحة كبيرة على جميع الجهات بقدر يطير يزقونها تمام وبأجي بركب عش جديد هيك خلصنا موضوع سهل بسيط يا أخوان قسم بالله ما هي معدلتي نيوتن انت بس قول يا رب توقع على الله هيك صار عندي هاسا عش جديد إنه أنت تكلفي صار عندي هاسا قاعدة فيها العش اللي بتوزقوا منه الفراخ ومرق بالصف نرجع نحكي إذا حطينا الفراخ بوعش جديد ودخليناه بنفس العش ولاش نخليه بنفس العش هاسا إذا أنا كان عندي مثلا فرخين بالعش أو ثلاث وشفت العش محيطه داخلي فاضي أو نظيف من الوسخ وما أخذ محيط بس خارجي عادي لو ما فصلت الفراخ وبتقدر تحط العش زي ما كان وتحطه في الأرضية وما راح يصير عندك فاش إذا أنت عندك غرفة معقمة ونظيفة وكل أمورك تمام إذا بدي أفصل الفراخ ركز على المعلومة في ناس ممكن يفصل للفراخ يحكي لك خلاص بدي أشيله منظف العش بعمر تسعة أيام ثمانت أيام بكون لسه مش متمكن الفراخ وهس راح أحكي لك ليش فبيجي بنت كل الفراخ هو بعش جديد بحط لبانت جديد بونكل الفراخ بغض النظر كانت فوق أو تحت ما احنا ما بنحكي على الشغل ومش تقوله بعد فترة بحكي لك أنه الفراخ عندي ماتت وصارت مع أحد الشباب وشيكت على الوضع وطلع السبب هو نفسه وعلجنا له الموضوع والله يبارك له اللي بصير كالتالي الفراخ لما يكون صغير يا أخوان ما عنده إمكانية أنه ييجي هو يأخذ مساحة عالية أو خليني نحكي اللي هي المفصل نفسه ما بقدر يرفعه رفعه كاملة عشان يرمي البراز برا فهو الأنثى لش بتلف مش بس عشان لنا تحمل بيض لا عشان برضو تعمل تعلي للعش عشان لما كل ما كبر الفراخ يقدر يطلع برازه في مرحلة الأنثى ما بتنظف فيها فهو هون اللي بيصير كالتالي بيجي الفراخ برمي البراز تبعه وين برميه؟ برميه بنفس العش بس من المنطقة العلوية فبسحل البراز لوين؟ لتحت بيصفي بركة وسخ تحت جريهم أو خلينا نحكي عن دبطون هو بعمل الاتهابات وبيعمل مشاكل وبيعمل بعمل كل المشاكل بعملها بديش أحكي شوي للمشاكل بصير المنظر مؤذي وما بتقدر لا تنظف الفراخ ولا تعالج الموبو لأنه بصير يستضعف شوي شوي بقط اليوكل يعني عايشي بجورة شو اسمه؟ المهم فهاي المعلومة بغلط فيها بعض الناس فأنت لا تستعجل على نقل الفرخ بدك تنقل الفراخ ما في مشكلة حكينا ممكن تنقل على 11 يوم على 12 يوم ما عندك مشكلة بكون الفرخ متمكن بكون عظمه صار يابس لما كون عظمه طري ما بقدر يعطي مسافة كبيرة واثنين أنه حجمه صغير والعش لما أنت تشيل العش الأولين يتركب اللبادة صار عندك منطقة فراغ عالية هايك راح الفرخ يزحف لورا ويرجع على المري وما يوصلش للهدف تبعه ويرمي الحمل تبعه ما برجع لو الحمل نازل عنده شو استفدنا؟ طيب حسنا نفوت على الغرفة بمعيدكو ونفرجيكو على الواقع وفرجيكو على الواقع كيف هاي فادتني واستفدت كثير منها مش شوي يعني وعطيكو الدليل انه كيف انك تحافظ على الوسخ وكيف 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 أنا ما سكيتشي صغير لا ثلاث أقفاص راح فرجيكو إياه مش لواحد استنوني شو كده فرجيكو على الواقع هسا كيف اللي كنت أقصده أنا انه هون تقصد رقم تمانية تشوف هدولة براخ ضحبوا رفع شبك شوي شوف هون كان المقر تبعهم او العش تبعهم مع القاعدة اللي حاطها هذا فرخ منهم وهون في عندي كمال فرخ خلص على المجاثب ما بوصله لش مع ذلك اللي انت بايضة وانسح بالبيض هايوة هون عندي كمال نموذج هون في فراخ وفي مسافة خلفية هضا الوسخ مش من الفراخ من الاكل بتنضق ناش مشكلة بس شوفوا كيف انتو ضيف القفص بيضلها شوي مضيفة وكل الاوساخ كلية بتتعلق بالقاعدة نفسها ما هذا بسهل على الموضف على المربي ما بصير في عندك اوساخ كثيرة وبعدها بتطلع الفراخ اما على المجاثم ايا بتوخذ بالارضية بس ما بتروح على العشوش خلص عندي كمان كمان عش شوفوا هون في منطقة فراخ بين العش انا بخلي مسافة دايما عشان ما يتوسخ الخلفية وكل شوف الوسخ وان متجمعة كلياتها على القاعدة وهاي الفراخ كلها تلاتة فراخ قاعدة في الزاوية تستنوا محطة الباص قبل ما اختم يا اخواني انا بتمنى انكم استفدتوا بس قبل ما اختم بدي احكي معلومة صغيرة انا ما بفرض عليك تشتغل هذا الشغل انو والله انو تيجي تحكي بكرة وابعوس بيشتغل زي هيك وهي الشغل غلط وكذا زيك لا كل انسان عنده طريقة وانا مرتاحة شغلي وانت مرتاحة شغلك بالعكس اذا مرتاحة شغلك عادي خليك وانا بحترم هذا الاشي واذا كان عندك انت فكرة جديدة ما عندي مشكلة بالعكس احنا كلنا منفيدوا من استفيد بس انا هاي تجربتي الشخصية بحب اعرضها للناس بحب اعطيها للناس عشان يستفيدوا منها لانو في كثير اشخاص طبقوا هذا الشغل وارتاحوا علي كثير فانا ما بعرض اي شخص بدي اعجي شكري للك واخوان المتابعين واللي بعملونا اشتراك وشير وسبسكرايب بصوت لحك انجليزي نحب نداعب شوي احنا يا اخوان لا عجل ولا بدي اوجه لكم كل شكر والاحترام لكم يا اخواني لانكم انتو العزوة تبعتي وان شاء الله منوصل معاكم لانو انتو بتستاهلوا كل خير ودائما بعرض عليكم الافكار كلياتها وبرضو مش موسرجي انا يا اخوان بس والله ما اني موسرجي واحترام لكل الموسرجي والله اني عبايبي اخواني بس مش الفكرة بس انا لاني عشان بستخدم اشي بخص وبتمنى انكم رح نستمر بالبرنامج حكايتي وللحلقة الرابعة واحنا ما مشينا بجزء بس عشان الاحداث احترمنا هذا الشي واجلنا شوي الموضيع كلياتها وهينا رجعنا لكم وان شاء الله نشوفكم على خير بس قبل ما اسلم بد اخلص منها لانها زعجتني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي اوجه شكري انا استنى شوي بس ما تلفش وجهك طب هلما مي بحكي خلاص خلاص صرت احكي مع هالي يا حبيب والله وبدي اوجه شغلي شغلي استغفر الله عبيب شغلي وبدي اوجه شكري لكل المتابعين أسف Für ولكل أخوان بتمنى أنكمكم سفت فد اشتركوا في قناة